اشتركوا في القناة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى مع الشيخ عبدالله بن سلمان بن خالد آل خليفة رئيس المكتب العسكري لصاحب الجلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه وقد نقل سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد الانهيان تعازية ومواساة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حفظه الله ورعاه إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله كما نقل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة شكرا وتقدير جلالة الملك المعظم وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى صاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وعرب السموه عن تقديره إلى سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد والوفد المرافق على مشاعرهم النبيلة في هذا المصاب داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته وقد رافق سمو الشيخ ناصر بن حمد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد إلى موقع التعازي حيث قام سمو الشيخ ذياب بن محمد بتقديم واجب العزاء وعرب سموه عن صادق موساته بوفاة الفقيد الراحل داعين الله سبحانه وتعالى أن يتغمد مع الشيخ عبد الله بن سلمان بن خالد آل خليفة بواسع رحمته ورضوانه هذا وكان سمو الشيخ ناصر بن حمد في مقدمة مودعي سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد الانهيان والوفد المرافق لدى مغادرة المملكة بعد تقديم واجب العزاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة